موسيقى الله معكم إخوتي بحلقة جديدة من برنامج اختار الحياة واليوم رح نقرأ سوا مقطع من الرسالة إلى العبرانيين يلي منسوبة إلى القديس بولوس والأرجح أنه كتب أحد تلميزه بمقدمة هالرسالة إلى العبرانيين مقطع رائع بخلينا ندخل بعمق إلى سر التجسد إلى سر محبة الله سر كلمته يلي صارت إنسان سر ابن الله يلي بفوق الملائكة وبيفوق كل مش بس البشر ولكن كل انتظارات البشر كل الأسماء كل الصور كل الكلمات يلي بتهيئ له الطريق بالفصل الأول بالآيات الأولى من هالرسالة للعبرانيين بيذكر الكاتب إنه من قديم الزمان كلم الله آباءنا بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبوسائل مختلفة ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم هو الإبن مجد الله صورة جوهره يحفظ الكون بقوة كلمته بهالآيات الأليلة بيركز الكاتب على كلمة الله ولكن هالكلمة يلي هي الإبن ابن الله الإبن الكلمة وبهالتعبير الرائع بيعلمنا كاتب الرسالة إنه المسيح يسوع هو كلمة الله الأخيرة نهائية للإنسان وللعالم كلمنا بالماضي بالكتاب المؤدس بالأنبياء بالصلوات بالمزامير وهلأ عم بيكلمنا بنفسه بإبنه يعني مثل ما بتظهر صورة الآب وملامحه بالإبن هيك المسيح بيعبر لنا بشكل نهائي عن حقيقة الآب السماوي عن حقيقة الله المحبة الله الغفران الله الحنان ما بقى فيه وحي أعظم من وحي الله بالإبن الكلمة الأخيرة هي كلمة الإبن الكلمة الأخيرة هي كلمة الحب كلمة الغفران مش كلمة الحكم ولا كلمة الدينوني على الخطيئة الكلمة الأخيرة منى للعقاب الكلمة الأخيرة للحب وهل هناك حب أكبر من أنه يعطي الإنسان ذاته وهل هناك حب أكبر من أنه الله يعطي ذاته أنه الإبن يعطي حياته بالصليب بالموت بالقيامة ابن الله المتجسد هاللي مات على الصليب وقام من بين الأموات هو كلمة الله الأخيرة للبشرية هالكلمة يلي محيت كل الكلمات السابقة وما بقي منها إلا كلمة الحب كلمة العطاء كلمة الحياة به خلق العالم هالإبن يلي هو تعبير عن حب الله للعالم هو كمان انعكاس لتواصل الله مع العالم به خلق العالم وبه عم يخلق العالم من جديد عم بخلصه من الموت ويعطيه الحياة من خلال المسيح الإبن كل إنسان مؤمن بيرجع بعيش البنوة للآب بعيش التواصل مع الله الآب إذا ما فينا نفتش عن معنى للحياة خارجا عنه لأنه هو الحياة ونحن مع يسوع في نوع من المقارنة بالنص بين الإبن وبين الملائكة تيقول إنه هو أعظم بكتير من الملائكة لمن من الملائكة قال الله يوما أنت بني وأنا اليوم ولدتك إذن ما اكتفى الله أنه يبعث ملائكة أنه يبعث رسول من قبله ولكن بده يجي بنفسه يخلص الإنسان ويعطيه حياته ويعبر عن محبته وبعيد التجسد كل مرة منحتفل بميلاد يسوع منكون عم نحتفل بهالحقيقة الإلهية حقيقة الحب حقيقة الله يلي ما اكتفى يبعث لنا رسول إجابي ذاته عطانا كلمة خلاص نهائية لا رجوع عنا القضية أبعد بكتير من قصة مغارة أو مزود متواضع القضية إنه الله عم يكشف عن ذاته هو اللي خلق الكون بكلمته هو اللي عم بيهدي الكون عم يحفظ الكون بكلمته بابنه بيسوع المسيح نحن أخوتي المؤمنين بيسوع الكلمة قديش مهم إنه تكون كلمتنا على مثال كلمته التزام محبة التزام عطاء للآخرين كلمة بتبني الآخر تعطي زيتها للآخر بالسلام والأخوة قديش مهم إنه نختار يسوع الكلمة إنه سوا نختار الحياة ترجمة نانسي قنقر